اختتمت أمس عمال المؤتمر الخليجي للإبداع 2016 تحت شعار نبتكر مستقبلنا الذي يقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة النابل أول لرئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وقد شهد اليوم الختامي للمؤتمر إقامة عدد من الندوات المكثفة وورش العمل المتعلقة بأهداف المؤتمر ثروة تعتبر هي الأهم فهي لا تقدر بأغلى الكنوز الابتكار والإبداع الذي يمثل إحدى ضرورات الأساسية لخلق جيل من المبتكرين واستحداث أفكار جديدة لتنمية وتطوير جميع المجالات هذا ما حرص على زرعه المؤتمر الخليجي للإبداع في نسخته الأولى بما ينعكس على ارتقاء وتطور المؤسسات والأعمال بالقطاعين الخاص والحكومي هو فعلا المؤتمر الأول لابتكار الخليجي دي حاجة كويسة جداً الميزة في الموضوع أن المؤتمر هنا كان مؤتمر نوعي فيه فكر جديد يعني هو المؤتمر نفسه فكر ابتكاري الناس اللي جاية مش جاي بتقدم كلام تنظيره ولكن جايين بيقدموا حاجات حائية الشركات قامت من بحث علمي ومن إفكار ابتكارية ودعمة اقتصاد وخلقة فرص عمل فكيف نستكلم عن قصص نقاحة أي تمت على أرض الواقع في دول الخليج رعاية السمو الشيخ خالد دليل واضح على دعم حق الشباب والمواهب لتنمية المجتمع وتطويره في مختلف المجالات المؤتمر الخليجي والتي تحت عنوان نبتكر مستقبلنا يعكس المعنى الحقيقي حق هذه الكلمات وبمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف دول الخليج اللي حاولون يصلون هاي الرسالة بشكل مثالي لا يخفى على أحد أن المؤتمرات ورش العمل هذه من أفضل الممارسات أو الآليات التي ممكن نستعملها في نشر الثقافة والعلوم التفاعل الكبير والروح العالية كان عنوان المشاركين في اليوم الأخير الذي شهد إقامة عدد من الندوات المكثفة ورش العمل التي تهدف إلى تطوير وتعزيز مفهوم الابتكار والتركيز على كيفية اكتشاف هذه الطاقات بالإضافة إلى كيفية توظيفها بالشكل السليم لتخدم المجتمع وتساعد على تطوير العملية الإبداعية المؤتمر الخليجي لإبداع هو منصة جدا مهمة على مستوى البحرين ومستوى دول الخليج لعرض أفضل ممارسات أو الأمثلة أو القدوات دورنا في تمكين وايد يشجع على الابتكار بالذات الشباب البحريني من خلال بعض البرامج التي تم إعدادها خصيصا المؤتمر الخليجي للإبداع والذي يعقد لأول مرة في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ خالد بحد ذاته تعتبر خطوة مبتكرة خطوة مبتكرة أنك تجمع المبدعين والمبتكرين من دول مجلس التعاون وتحتضنهم في البحرين وتكرمهم هذا يعطي الحافز للمبتكرين الثانين بحيث أنهم يبتكرون في أي مجال كانوا توصيات كثيرة خرج بها المؤتمر منها وضع الخطط والبرامج لبناء منظومة متكاملة لتعزيز ثقافة الابتكار في دول مجلس التعاون وتأكيد على رعاية الابتكار ودعم ريادة الأعمال بهدف تنمية الاقتصاد المعرفي وخلق فرص العمل والمساهمة بالإضافة إلى الدعوة لتقديم برامج نوعية لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التعليم ابتسامة النجاح والتميز هي أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الخليجي للإبداع ليزدل الستار بذلك عن أول تجمع خليجي للابتكار حزم الشيخ لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر